موسيقى رجل غريب جاء في الليل متسللا وبالقرب من المدينة المنورة أسرته مجموعة من المسلمين دون أن تعرف من هو موسيقى وجاءوا به إلى المسجد النبوي وربطوه في إحدى سواريه موسيقى ماذا؟ إليكم عني ماذا فعلت بكم لتأخذوني أسيرا؟ أسكت أيها اللص والله لن نتركك حتى يفصل رسول الله في أمرك وجاء الرسول صلى الله عليه وسلم ونظر إليه عن بعد وقال أتدرون من أخذتم؟ إنه ثمامة بن آفال ملك اليمامة عدو الإسلام لقد قتل كثيرا من أصحابنا دعني أقتله يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم لا تقتلوه بل أحسنوا إليه نحسن إليه وقد قتل منا ما قتل قال الصادق الأمين ألم تسمعوا قول الله تعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم تفضل الطعام كل هذا الطعام لي أنا نعم أمرنا رسول الله أن نحسن إليك فتصابق الصحابة وجاءوك بأفضل الطعام الذي في بيوتهم أمركم محمد بأن تحسنوا إلي أنا وإلى هذا الحد تطيعون رسولكم نعم قال الله تعالى من أطاع الرسول فقد أطاع الله اشرب هذا اللبن إنه لبن ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم أبعث لي محمد بلبن ناقته بل بعث الناقة نفسها وأمرنا أن نحلبها لك ليل نهار طيلة بقائك عندنا غريب أمر هذا الرجل اقترب صلى الله عليه وسلم وسأل ثمام ما عندك يا ثمام اسمع يا محمد إن تقتل تقتل ذا دم وإن تنعم تنعم على شاكر وإن كنت تريد المال سل تعطى منه ما شئت لم يرد رسول الله على ثمام وانصرف وتركه حتى اليوم التالي منذ يومين وثمامة يقول لرسول الله الكلام نفسه إن تقتل تقتل ذا دم يعني أن خلفه من قومه من سيأخذ بثأره وإن تنعم تنعم على شاكر يعني أن رسول الله إذا أطلق صراحة فسيكون له شاكرا وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت ترى هل سيفك الرسول أسرة مقابل فدية كبيرة انظر لقد حضر إليه رسول الله جاء الرسول إلى ثمامة لليوم الثالث على التوالي وسأله السؤال نفسه ما عندك يا ثمامة؟ ما عندي سوى ما قلت من قبل إن تقتل تقتل ذا دم وإن تنعم تنعم على شاكر وإن كنت تريد المال سل تعطى منه ما شئت سكت الرسول لحظة ثم التفت إلى صحابته وقال لهم أطلقوا صراح أسيركم هكذا؟ تطلق صراحي دون ما فدية أو شرط أو عهد قال صلى الله عليه وسلم نعم يا ثمامة أمرنا الله تعالى أن نعفو حتى عن أعدائنا انطلق ثمامة خارجا من المدينة يكاد لا يصدق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عفى عنه وأطلق سراحة ووجد بئر ماء عند طرف المدينة أخذ يغتسل بمائه ليتطهر من دنسه في اليوم نفسه كان الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر يا رسول الله إنه ثمامة قد عاد إلينا بعد أن أمرت بإطلاق سراحة يا محمد أشهدك بأني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله قال صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أعز بك الإسلام يا ثمامة قل لي ما الذي دفعك إلى ذلك؟ ما رأيته من حسن عفوك عني وحسن معاملة أصحابك لي سأله الرسول ولماذا لم تسلم قبل أن نطلق سراحك؟ حتى لا يقول الناس إنني أسلمت مضطرا ولكني عدت باختياري وكامل إرادتي أعلن إسلامي خالصا لوجه الله قال الرسول هل صفى قلبك للإسلام يا ثمامة؟ والله ما كان على ظهر الأرض وجه أبغض إلي من وجهك وأصبح وجهك الآن أحب الوجوه إلي وما كان دين أبغض إلي من دينك فأصبح أحب الأديان إلي وما كان بلد أبغض إلي من بلدك فأصبح أحب البلاد إلي وقتلت كثيرا من أصحابك فقل لي ماذا يجب علي؟ رد الرسول الكريم لا شيء عليك اليوم يا ثمامة إن الإسلام يجب ما قبله إذن فوالله لأضعن نفسي وسيفي ومن معي في نصرتك ونصرة دينك قال صلى الله عليه وسلم لقد أسرك أصحابي وأنت ذاهب إلى مكة لتعتمر على طريقة الكفار فاذهب وقم بعمرتك ولكن على شرع الله ورسوله سأفقهك بنفسي في الدين وأعلمك مناسك العمرة بعد أيام كان ثمامة عند الكعبة ويذكر التاريخ أنه أول إنسان يعتمر على دين الإسلام لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك انظر ماذا يقول هذا الرجل إنه يلبي على دين محمد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك سأقتله انتظر إنه ثمامة بن آثال ملك اليمامة نعم والله إنه هو لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ماذا تقول يا سيد بن اليمامة أكفرت واتبعت محمدا وتركت دينك ودين آبائك والله ما كفرت بل اعتنقت الإسلام الدين الحق أولا تدري ماذا يمكن أن نفعل بك وأنت هنا بيننا تعلن كلمة الكفر في وجهنا أصبحت لا أخشى إلا الله ولن تستطيعوا أن تفعلوا بي شيئاً لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك قلت لك دعني أقتل كيف نقتله ومعظم غذائنا يأتنا من اليمامة لو علم قومه أننا قتلناه لمنعوا عنا الطعام وجاءوا يحاربوننا ويريدون الثأر له يا رسول الله عاد ثمامة إلى قومه وبسبب إسلامه أسلم عدد كبير من أهله وأصحابه وقد قرر أن يمنع عن قريش كل الطعام الذي كان يصدره له وأقسم إنه لن يبعث إليهم بحبة قمح واحدة وهذه رسالة من مشرك قريش يستنجدون بك يا رسول الله بأن تأذن لثمامة أن يرسل إليهم الغذاء فقد ارتفعت الأسعار وانتشر الجوع بعد أن منع عنهم الطعام إلا بإذن منك قال صلى الله عليه وسلم اكتبوا إلى ثمامة أن يبعث الغذاء لقريش ولكن يا رسول الله إنها فرصة لنرد لقريش ما فعلوه فينا من قبل لقد عذبونا وحصرونا في شعب أبي طالب ومنعوا عننا الطعام حتى صرنا نأكل ورق الأشجار ونربط بطوننا من شدة الجوع قال الرسول الكريم نحن قوم نصل أرحامنا ونحسن إلى من أساء إلينا ونعفو ونصفح حتى نكون من المحسنين وما زلت أذكركم بقول الله في كتابه الكريم ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عذاوة كأنه ولي حميم صدق الله العظيم